شعبنا يزداد وعيا ماذا خسر اليمنيون منذ الانقلاب؟ لم يجد أبناء هذا البلد الجريح فرصة لإحصاء ما خسره وحصر ضحايا أربع سنوات من الحرب تدمرت بذن عدة ولا يزال الدمار شاهدا على أسوأ عهد مر به المواطنون عهد الميليشي الذي تشكل منذ الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 اليوم الذي أنجز فيه الانقلاب على الدولة ارتدت الميليشي زي الجيش الجمهوري وانتشرت في شوارع صنعاء وأحيائها بالسثناء بعض القيادات العسكرية التي وقفت أمام الحوثيين ليلة الاشتياح فقد أعلن الجيش حياده التام وأن المعركة لا تعنيه سقطت العاصمة وسلمت المؤسسات ونهب عتاد الجيش بطواطئ المخلوع ورجاله وانتشرت آلة القتل والدمار الحوثي في عموم البلاد أربع سنوات حرب سقط فيها ألاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وتشرد قرابة أربعة ملايين من مساكنهم فيما بات قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر يتنهشهم الجوع والأوبئة وغياب الخدمات خسر مئات الآلاف من الطلاب فرص التعليم وتعطلت المنشآت الصحية وفقد ملايين اليمنيين وظائفهم حضرت الميليشيا فغابت الدولة وبغيابها فتح باب الانتهاكات ضد المدنيين وانهارت المؤسسات وتدهورت العملة وسط انهيار اقتصادي مخيف في الوقت الذي اثرت فيه قيادات الميليشيا ترى انفاحشا من النهب المنظم لموارد الدولة كانت هناك آلاف الأسر لا تجد ما تأكله وبدأت البلاد تشهد كارثة لا يتوقعها العالم الموت جوعا الضال عدن وتعز والحديدة والبيضاء مدن استقبلت أطنانا من الصواريخ والمقذوفات النارية تحولت إلى كتل من الركام والضحايا لقد خاض الحوثيون حربا انتقامية غير قابلة للانتصار تدمرت المؤسسات العسكرية والأمنية وتحول الجيش إلى ميليشيا مقاتلة في صفوف الحوثي كان صالح قد وهب الجيش وعتاد الدولة كله للميليشيا القادمة من صعدة خذي رحل وإلى غير رجعة نحيي أولئك الشهداء الأبرار الذي أجبر وهاجي على الرحيل فالواحد والعشرين من سبتمبر خسر صالح بشراكته مع الحوثي وحين أدرك ذلك خرج إلى العلن ليؤكد أن الحوثيين مجرد عصابات لا بد من القضاء عليها كان الوقت قد فات عليه وعلى البلاد أيضا سقط صالح وتمزق حزبه وتشتت أنصار وهتف الحوثيون أسقطن الطاغية لكن أتباع المخلوع لا يزالون يلعبون اليوم أدوارا مهمة في معسكر الميليشيا خصوصا المعسكر السياسي ما تركته الحرب على النسيج الاجتماعي كان مدمرا فقد استغل الحوثيون سلطتهم الوحشية وغياب الرقابة المجتمعية وبدأ مشروع تطييف المجتمع وتمزيق النسيج الاجتماعي ستنتهي الحرب حتما وسيكون بوسع اليمنيين الالتفات لإحصاء خسائرهم فيها